موسيقى problem number 16 factorial هيدا الاكسرسايز هدف هو يعلمنا نعمل الملتيبليكيشن بالبروغرامنج نحنا تعلمنا summation sum equal sum plus شغلي تعلمنا counter count equal plus one تعلمنا maximum والا بدنا نتعلم كيف نعمل multiplication الملتيبليكيشن كتير بتشبه summation بفرق شوي صغير خلينا نفتح blank document حتى نشرح عليه شوي نحنا نعرف انه factorial مثلا factorial of 5 هو 5 times 4 times 3 times 2 times 1 factorial 6 6 هو 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 and so on البروغرامنج هي ملتيبليكيشن لو كنا عم نعمل 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 كنا عملنا sum equal zero sum equal sum plus شغلي بس اللي عم نعمل ملتيبليكيشن اللي هي كتير بتشبهها لح اكتفي بال5 واشرح علي شو شيف انا هون شو هو factorial of 5 5 times 4 times 3 times 2 times 1 طيب بعالم الماث فيش فرق بين هي وبين هي 1 times 2 times 3 times 4 times 5 بعالم الماث انا بصير بقدر شوف فيها باترن شو هو الباترن؟ هو i لانه بس يكون في عندي 1 2 3 4 5 يعني هيدا the variable i of the loop 4 هيدا اللوب من وين لوين بدا تشتغل؟ بدا تشتغل من 1 للن الرقم اللي عم نقرأ من اليوزر سو بدي اعمل loop من 1 لن و بدي اضرب كل ال i's ببعضهم سو بدي اضرب بالi times i times i times i times i كيف بدي اعمل الضرب؟ الملتبليكيشن هي نفتح variable مل السم كنا نقوله equal to zero ليش كنا نقول السم equal to zero؟ لأن ال identity تبع الجمع الزيرو شو يعني identity تبع الجمع الزيرو؟ يعني لما بيجي بقول 5 plus 0 equals 5 0 هو ال identity تبع الجمع لأنه اذا بطبق هالعملية على ال identity بيطلع الجواب مثل الرقم سو ال identity هو الشي اللي اذا طبقنا العملية الحسابية بيستعماله ما بيغير شي على الرقم بيضله وزاته سو نحن ما حطانا sum equal zero لأن ال identity تبع الجمع هي zero طب بعالم الضرب شو ال identity للضرب 5 times شو هو الرقم اللي بيضربه ب5 بيعطيني 5 هيدا الرقم هو 1 سو ال identity طبع الضرب is 1 فإذا 1 ضرب اي شي بيطلع اي شي zero plus اي شي بيطلع اي شي بيطلع اي شي سو بال multiplication لحط 1 من بعدين بتصير متل السم مل equal مل times شغلة نحن كنا قبل نقول sum equal sum plus شغلة هلا سنقول مل equal مل times شغلة so exactly متل فكرة summation بس الفرق انه multiplication بنعمله initialization لone وبعدين نفس الشي سو بدي اضرب كل ال eyes بحالهم يعني مل equal مل times i بدي اجمع كل ال eyes مع حالهم يعني sum equal sum plus i سو صارت العملية كتير كتير خلينا ضغري نكتب البروغرام سو اكيد بدنا number n يلي بدنا ناخده من ال user حنقل له console.write line أو .write please enter a number ونقل له n equal int dot parse dot parse dot read line وهلا بدنا نعمل loop for int i equal to one ليش one لانه نحن قالنا انه بدنا من ال one نبلش لو ببلش من zero كله بصفر لانه zero times anything بيطلع zero سو اكيد ان ال one ديما الملتبليكيشن حنبلش بال one نلوب سو فر i equal one i less than or equal لان ليش عم اقول less than or equal لانه انا الان بدي اياها بهال example i plus بلس بلس شو بدي اعمل هلا بدي اضرب كل الايات ببعضن معناتها انا بحاجة لمل سو مل equal zero سو حتى اضرب كل الايات ببعضن بدي اقللو مل مل equal مل times i سو او مرة بتكون الاي one والمال one 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 is one تاني مرة الاي بتصير two فبتصير one times two بيتلع الجواب two منحطه هون بعدين الاي بتصير three سو two times three six منخبيه six سيئ الاي four ستة باربة 24 منخبيه هون بتصير الاي five بتصير مية وعشرين so once بخلص اللوب بيطلع عندي الفاكتوريال وبيسي فيني اعمل له console dot write line ولحنحطه مثل mathematics يعني حنقله placeholder علم التعجب لانه اشارة الفاكتوريال هي علم التعجب يسوي placeholder ثاني اول placeholder هو الرقم and ثاني placeholder هو المل سو ازا هلق بنعمل run five five factorial equals اوبس عنا شي غلط الغلط الغلط انه كل شي انا شرحت وقلت انه لازم تكون المال one لما جيت تاكتبة كتبت المال zero يعني راح كل الشرح عباليش سو ازا هلا نرجع نعمل run مرتيني five سو five factorial equals 120 run four four factorial equals 24 فا ازا شغال اوكي مثلا 8 8 factorial equal this number and so on so the program is running perfectly كمان بما انه الفور بقلبة only one statement therefore ما في داعي افتح لبادي فين يشي الهول وحط هايدي بي one line بيضل نفس الجواب so five 120 صح اكيد لحن خبيل الاكسرسايز ودايما فيكم تعمل داونلوود للبروغرام من انتف.net